اشتركوا في القناة عالمية تؤكد وفاة الملك سلمان زي ما شفنا امبارح صحف الانجليزية تكلمت عن وفاة الملك سلمان والتكتم على هذا الخبر ايضا رأينا اليوم تغريدة على تويتر من ايدي كوهين المعروف والمشهور بقربه من المسؤولين في دولة الكيان بيعلن عن وفاة حاكم عربي والتكتم على هذا الامر كأنه يشير من قريب الى الملك سلمان ايضا رأينا اخبار تتكلم من مصادر مقربة من الديوان الملكي تؤكد وفاة الملك سلمان كل الاخبار تقريبا ماشية الاخبار غير الرسمية ماشية في اتجاه تأكيد تأكيد لوفاة الملك سلمان اما الديوان الملكي السعودي يعني بيؤكد ان الملك سلمان بصحة وعافية جيدة الخبر الذي يظهر امامنا نقلا عن جريدة فري بوست وانا مش عارف الجريدة دية انجليزية ولا امريكية اكدت مصادر مقربة من الديوان الملكي السعودي وفاة الملك سلمان عن عمر يناهي 87 عام وكشفت المصادر المقربة من الديوان الملكي انه يجري حاليا في العاصمة السعودية الرياض الترتيبات الرسمية لاعلان وفاة الملك سلمان وتنصيب ولي العهد محمد بن سلمان ملكا للسعودية خلفا لوالده طبعا الخبر بيكمل بالسيرة الذاتية للملك سلمان ومتى ولد وكيف تولى الحكم في المملكة السعودية الى اخر هذه الاخبار التقليدية طبعا في ناس بتعقد مقارنة ما بين خبر او اعلان او ترتيبات وفاة الملك او الرئيس خليفة بن زايد بتاع الامارات وما بين الملك سلمان يعني يقولوا لماذا تم الاعلان بطريقة سهلة وبسيطة في الامارات عن وفاة خليفة بن زايد ولم يحدث هذا الامر مع الملك سلمان الوضع مختلف جدا الاجابة ان الوضع مختلف جدا الملك سلمان المملكة السعودية دولة يعني نقدر نقول ان هي غير راسخة الاقدام ليه؟ لم يمضي عليها سوى مئة عام واي نظام ملكي معرض لحدوث انقلابات او حتى معرض لان يزول نظام الملك من اصله يعني ويأتي نظام جديد واخبار بتتكلم عن رغبة من امريكا في التغيير مش التغيير ان يموت الملك سلمان يمسك وليه العهد لا رغبة في التغيير الشامل عند امريكا عايزين حكام جدد لهذه المنطقة ولعل هذا ما قد يشير من قريب من قريب او من بعيد تأييد امر واقع عند ظهور الامام المهدي انتبه لهذا الامر ان من السيناريوهات المطروحة اذا استمرت امريكا ووجدت امريكا اثناء ظهور الامام المهدي ان يتم الاعتراف بالامام المهدي ليس حبا فيه وانما كامر واقع هؤلاء لا يعرفون الا لغة القوة لازم تعرف ان الامام المهدي اذا ظهر لن يكون ضعيفا زي ما ناس كتير فهم ان الامام المهدي هيملأ الارض قسطا وعدلا ففيه مفهيم غلط عند كتير من الناس فهم ان القسط والعدل ده معنى ايه؟ معنى انه هيبقى طيب وهيبقى طبعا الامام المهدي هيبقى شخصية رحيمة ولكن حازمة هيبقى شخصية قوية جدا ليه؟ ده واحد هيدير مش دولة ولا دولتين ده هيدير يعني معظم العالم هينتصر على معظم العالم سوف تقع تحت يديه ممالك قديمة وحديثة ودول شرقا وغربا فهذه الشخصية ستكون شخصية قوية جدا وصارم عايز تعرف ملامح من شخصية الامام المهدي انظر الى يعني مع فارق طبعا التشبيه الى جده الرسول صلى الله عليه وسلم عايز تشوف شخصية الامام المهدي تذكر كده شخصية عمر بن الخطاب كم كان رحيما بالفقراء والضعفاء وكم كان شديدا على اهل الزيغي والفساد والضلال دي هتبقى ملامح في شخصية الامام المهدي ففي ظل هذه المعطيات سوف تجد امريكا ومن ورائها اوروبا في ذلك الوقت انه لا مفر من الاعتراف بهذه القوة الحقيقية الموجودة على ارض الواقع ليس حبا في الامام المهدي يؤكد وانما لغة القوة هي التي ستفصل في هذه المرحلة الدقيقة جدا ولذلك خبر وفاة الملك سلمان لازم يبقى لي ترتيبات خاصة جدا لان الجميع يعلم وصدقني لما اقولك الجميع يعلم وسوف تثبت لك الايام زي ما اعدنا فترة طويلة نقول للناس ان العالم كله يعلم بحقيقة الامام المهدي ويبحثون عنه وعملين لي ملفات وعملين لي اجهزة خاصة وناس كثيرة كانت لا تصدق الى ان ظهر رئيس امريكا وتكلم عن المهدي فبدأ الناس فعلا ان هي تربط ما بين الاحداث فسدقني سوف تسمع هذا الكلام قريبا جدا المسؤولين في المملكة وفي خارج المملكة وفي الدول الكبرى حملين هم كبير جدا لموضوع وفاة الملك سلمان وبيبحثوا كيف سيكون المخرج بعد الملك سلمان في مرحلة ما بعد الملك سلمان وتولية ولي العهد للملك وايه الاحداث اللي هتحصل واتبعات حالة من الخوف والقلق الشديد يعني ده كلام مؤكد هؤلاء يعلمون جيدا ان المرحلة القادمة لن تكون مرحلة استمرار لحكم آل سعود وانما ستحدث تغيرات قبرى وهذه التغيرات القبرى سر الالأ بتاعهم انهم يعلمون انها ربانية يعني الراجل القادم ذلك العبد الصالح الامام المهدي لن يستطيعوا ان يحيكوا حوله المؤامرات لانه مؤيد من عند الله ده مش رئيس دولة عربية تقدروا تعملوا عليه انقلاب ده مش رئيس دولة عربية تقدروا تطعنوا من ظهره مش شخص عادي كما حدث وكما رأينا مرارا وتكرارا والتاريخ زاخر بالمؤامرات فهم ما انتصروا في العصر الحديث على اناس الا بالمؤامرات وانظر ما فعلوا في العراق لم ينتصروا الا بالمؤامرات وما انتصروا في افغانستان في الالفينيات الا بالمؤامرات هؤلاء لا ينتصروا بالسيف بالسيف ليه لان المعارك دي بتبعيز ناس يعني يقولك شرف الايه شرف الجندية وشرف القتل لا يعرفوا هذه الامور لا يعرفوا الا الغدر والخيانة والمؤامرات فهؤلاء يعرفون جيدا ان الرجل القادم رجل غير عادي ولولا كفر الجحود والانكار والاستكبار لوجدوا انه لا بديل لهم من ان يؤمنوا به وان يعترفوا به انه مكلف من عند الله زي ما ناس كتير عند ظهور الامام المهدي من اولاد اسحاق من اوروبا وامريكا سوف يدخلون الاسلام وكما ستفتح القسطنطينيها من غير قتال وسوف يفتحها سبعون الف من ابناء اسحاق من اوروبا يعني هذه الامور تحتاج لنا الى ان نتدبر طبيعة المرحلة وده السر في تأخير خبر اعلان وفاة الملك ان تأكدت الانباء طبعا الناس اللي بتطلع تهاجمنا في ناس سبحان الله يعني تقول له الامام المهدي ولا الملك سلمان يقولك لا الملك سلمان تبدأ تتكلم معاه تقول له ايه يعني هو قفل باب النقاش قبل ان يبدأ تقول له الامام المهدي الذي يملأ الارض عدلا مع دما ملئت ظلما وجورا ده راجل مؤيد من عند الله ولا الملك فلان يوم يقولك لا الملك فلان وعاش الملك فهؤلاء اصلا من الصعب ادارة كلام وحديث ونقاش معهم لانهم تربوا على ذلك استمراء الوضع وللأسف هذا ما افرزته او ما افرزه الحكم الجبري الذي طبع الناس على طباع معينة حتى والله اذا تصفحت وقرأت صفحات التاريخ تقرأ العجب العجاب يعني دولة مش هينفع اذكرها ايه هي كانت هذه الدولة محتلة من قبل الاحتلال الاجنبي فعندما خرج هذا الاحتلال بعد ما يقرب من سبعين سنة كانت النساء النساء كانوا بيبكوا ان المحتل خرج لانه عشرة يعني شوف شر البالية ايه ما يضحك فكل ده اسمه ايه اسمه تغريب فكري اسمه غسيل دماغ لعقول الناس حتى انك مع الوضع مع استمرار الاوضاع المغلوطة تستمر الأمر وترى ان العدو جارا وصديقا وحبيبا هذا للأسف ما افرزه دي من اكبر العقبات اللي هيواجهها الامام المهدي عند ظهوره يعني مش عايز ان انا اطيل عليكم تابعونا باذن الله في حلقة المساء ان شاء الله حلقة تحوز اعجابكم بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة